اهلا بحضراتكم مرة تانية يعني طبعا الكلام خلال الفترة الحالية طالما فترة القد مفتوحة فهتلاقي الكلام كتير بخصوص الصفقات بالتحديد اللي يخصينا احنا هنا صفقات النادي الاهلي واخر التطورات والامور ماشية ازاي هقول لحضراتكم كل الكواليس واخر الاخبار والتفاصيل لكن في البداية طبعا النادي الاهلي النهاردة اعلن بشكل رسمي عن عودة احمد عبدالقادر وعمار حمدي لصفوف الفريق وهم اتنين من اللعبة المميزة جدا 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 وحيكونوا اضافة مؤكدة مؤكدة في خط هجوم النادي الاهلي اللي اصبح مليء بالعناصر المهمة جدا اللي تقدر تضيف للنادي الاهلي والمتنوعة في قدراتها ومهارتها ودي جزئية مهمة اول دي صور النهاردة اليوم في استاد مختار التتش سواء احمد عبدالقادر هتشوفه بعد شوية صور لعمار حمدي فده اندال يدل على نجاح سياسة النادي الاهلي في خروج عناصر من لعبيه للعارات فبالتالي بتشوفهم ماشيين ازاي بيكتسبوا خبرات مميزة احتكاق قوي فبيرجعوا بيبقوا نجوم عندك هما رجعين نجوم هما اصلا بطوعك اللي هو احمد عبدالقادر وعمار حمدي احمد عبدالقادر مواصفات صانع العاب بقدرات ممتازة في الحقيقة احرز عدد كبير من الاهداف احرز اهداف كويسة مع سموحة كان لعب مؤثر جدا في تشكيلة سموحة وفي مبارياته المختلفة شفنا اديه عنده سرعات مميزة مهارات ممتازة بيخلص قدام الجنب بشكل كويس بيوصل زميله للمرمى بشكل رائع مميزاته عديدة بيقدر ان هو يلعب على الاطراف او يقدر يلعب رقم عشرة زي افشة مثلا فدي ميزة من المميزات احمد عبدالقادر تعالى كمان عنده عمار حمدي جوكر جديد من الجوكر اللي دايما بيفكر فيها مستر بيتسو موسماني بالمناسبة خلينا اقول لحضراتكم ان مستر بيتسو موسماني كان دايما تعليقه ايه ان هو بيحب قوي السرعات عايز اللعيبة اصحاب الجانب اللي بيتعلق بالسرعة ان يكون عندهم قدرات وسرعات مميزة بالتحديد على الاطراف عشان كده جاب مين عشان كده جاب فيرسيتاو وعشان كده جاب ميكيسون هل ده معناه ان الناس الموجودة اصلا امكانياتهم ضعيفة او لا طبعا لا طبعا يعني عندنا نجوم تقيلة جدا كهرباء طاهر معامل طاهر عندك حسين الشحات عندك عدد مميز جدا من اللعيبة يا رب ما بقاش نسيت حد يعني فالاهلي اصبح عنده خط هجوم متكامل بقدرات متنوعة على حسب الفرق اللي انت هتلعبها والبطولات اللي بتشارك فيها واحتياجاتك من كل مطش ايه هتقدر تتصرف مع انك مع انك بتمتلك كمان مدير فاني مميز يعرف يعمل التوليفة اللي تساعد النادي الاهلي في مختلف المباريات ويوظف كل واحد في مكانه تعالوا نقول لحضراتكم ارقام احمد عبدالقادر وعمار حمدي عمار حمدي مع الاتحاد السكندري لعب السنة دي 30 مطش في الدور تمام ومباراة واحدة في كاس مصر زي ما حضراتكم شايفين كده سجل هدف وصنع اتنين هتقول لي تمبها عدد تسجيله للاهداف وصناعته قليلة شوية تبقى لتلاتين مباراة لا هقولك ان كان تم توظيفه من قبل الكابتن حسام حسن مدير الفان الاتحاد كباك رايد في فترة طويلة جدا من الموسم فطبيعي جدا ان ما يكونش عنده عدد اهداف وافر لكن ده برضو انداليا دول ان هو جوكر يقدر يلعب في نص الملعب يقدر يلعب باك رايد يقدر يلعب على الاطراف كوينج هنا او هنا فدي ميزة من المميزات عمار حمدي شفنا مع انتخب علمبي كمان لعب رقم عشرة في فترة من الفترات فحاجة جيدة جدا وكل قرار بياخده النادي الاهلي بيكون عند دراسة تم فعودة بعض اللاعبين او التعاقد مع البعض الاخر بيبقى عشان انا دارس انا عايز ايه وحعمل ايه ده بالنسبة لعمار حمدي تعالوا نشوف احمد عبدالقادر وارقامه المميزة جدا هذا الموسم مع سموحة الرجل اللاعب سبع وعشرين ماتش حلو سجل تسع اهداف اعتقد ممكن يكونوا عشرة كمان مش تسعة وساهم في صناعة خمس اهداف فبالتالي في سبع وعشرين ماتش ساهم فيه 14 هدف ده عدد جيد جدا جدا ليه احمد عبدالقادر اول سنة ليه في الدور المصري ممتاز فما بالك بلا ما يكون مع النادي الاهلي ويتم توظيفه بالشكل المناسب فانت جبت اضافة مهمة جدا بالنسبة لك رغم ان عقده كان سنتين مع سموحة لكن كان يحق للنادي الاهلي ان هو يقطع العرى بعد اول سنة هده اللي حصل فبالتالي عودة مهمة بالاضافة لحسام حسن وبرسيتا وميكيسون وكريم فؤاد فانت كده يعني معاك تويفة مميزة طيب هنا السؤال